فيه آية جميلة أوي في سفر إشعياء هنشوفها على الشاشة دلوقتي قدامنا في إشعياء 40 عدد 18 بيقول فما يونشبهون الله وأي شبه تعادلونه مفيش شبه لي عشان أقول ربنا إزاي كده فما فيش مثال لي أقدر أقول هو كده هو برّة طبيعة عشان كده لازم يعلن عن نفسه عشان كده عايز أحط الشاشة دي تورينا الإعلان الإلهي تم إزاي بقى إحنا قلنا مش هنقدر بس الحواسي الخامسة تجيبه فلازم الله يعلن عن ذاته فالله أعلن عن ذاته في الإعلان العام والإعلان الخاص الإعلان العام هو في الخليقة اللي كل الناس تقدر شوفها السموات تحدث بمجد الله بالضبط والإعلان العام كمان في الضمير اللي جوه كل إنسان في كل العالم صحيح ممكن نسكت صوت الضمير ممكن نخفط صوت الضمير ممكن نخليه ضمير موسوم عليه علامة كده ومش شغال ممكن بس لما بيفوق الضمير بيعمل ثورة كبيرة في حياة الناس الحاجة الثانية الإعلان الخاص إيه الإعلان الخاص؟ الإعلان الخاص هو الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس اللي تكتب عبر 1500 سنة بـ 40 كاتب في أماكن مختلفة وبلغات مختلفة وكلهم بيشرحون لنا نبوات تحققت في المسيح طبعا دا عايز حلقات طويلة عشان نشرح صدق الكتاب المقدس هقولك مثال بس سريع جدا فيه ملك اسمه أسرح الدون بيذكره ملك أشوري بيذكره إشعياء في أصحاح 20 وعدد واحد ملقوش الأثار بتاع هذا الملك لسنوات طويلة فالناس ابتدت تتريع على الكتاب المقدس وتقولك دا بيقول أي كلام إيه أسرح الدون دا مش موجود لحد سنة 1831 فيه واحد أركيولوجست فرنساوي طلع فوق نينوة بكام ميل ولقى الأصر بتاع أسرح الدون ولقى المكتبة بتاعته ولقى العرش بتاعه والعرش بتاعه اتنقل إلى المتحف البريطاني في لندن فقعدوا لمئات السنين يستهزئوا بالحقائق الموجودة في الكتاب المقدس ولكن طبعا الحقائق دي موجودة تمام أنا اللي مش بيأكد إيماني إنهم اكتشفوا هذا الاكتشاف كويس أن يكتشفوه بس أنا بثق في كلمة الله المقدسة طبعا أدلة كتير الإعلان الخاص كمان هو الكلمة المتجسد الرب يسوع لأنه بمجيء أسم العالم إلى نفسين ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ عارف أحكي لك حكاية صغيرة كان عندنا سنتر كبير للشباب عشان يعرفوا الرب وكده فقبل الكريسماس كنا عاملين حاجة عن الميلاد فجات بنت حوالي 13-14 سنة قلت لي لا الكريسماس ده كل حكاية عن سنتا إيه اللي دخل الرب يسوع فيه قلت لها أنت لما كتبتي تاريخ اليوم 15 ديسمبر سنة مثلا 2012 أو whatever تمام أنت اعترفت بميلاد المسيح من 2012 سنة البنت زهلت من المعلومة البسيطة دي كل يوم بكتب التاريخ أنا بعترف بمجيء المسيح فده حقيقة تاريخية وإنت متخصص في التاريخ وفي الأركيولوجي وفي الحاجات العظيمة اللي بتعملها يا أسيس نزار ده حقيقة حقيقية لكن الحكاية مش عايز أعرف المسيح بس كمعلومات في عقلي أنا عايز أعرفه كشخص لأن الله اللي بنتكلم عنه ده شخص ما هواش قوة لأن فيه ناس تقولك أنا مسدق أني فيه قوة الله مش بس قوة الله حياه الله شخص عايز يكون له علاقة ذاتية معايا ومع كل إنسان خلق على صورته على الأرض اشتركوا في القناة